السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم عزاء الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة المتوسطة للصف الأول المتوسط في مادة المهارات الرقمية عنوان درسنا لوحة المفاتيح الأرقام زر المسافة في الفصل الدراسي الأول قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى مع بعضنا إرشادات التعلم عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة أيضا أجلس بشكل صحيح ومريح وأحضر أدواتي التي أحتاجها لدرسي كتابي، دفتري، أقلامي الرصاص، مساحتي وبرايتي وألواني كذلك أنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي لأفهم الدرس وأتابع الدرس حتى ينتهي لأفهمه وأستوعبه جيدا في درسنا لدينا أهداف هدفنا العام هو أن يتعرف الطالب والطالبة على مفتاح المسافة في لوحة المفاتيح لأجهزة الحاسب الآلي أما عن أهدافنا الخاصة، أولا أن يؤشر الطالب والطالبة على مفتاح المسافة في لوحة المفاتيح لأجهزة الحاسب الآلي ثانيا أن يذكر الطالب والطالبة فائدة مفتاح المسافة في لوحة المفاتيح لأجهزة الحاسب الآلي دعونا نتذكر، ماذا نتذكر عزاء الطلاب والطالبات؟ ما أخذناه في دروسنا السابقة، هيا تذكروا معي تكلمنا في دروسنا السابقة عن لوحة المفاتيح ما هي لوحة المفاتيح؟ قلنا هي وحدة إدخال متصلة بجهاز الحاسب تستخدم لكتابة الأحرف والأرقام وإعطاء الأوامر لجهاز الحاسب كما ترون لدي لوحة مفاتيح هذه لوحة مفاتيح خاصة بالحاسب المكتبي ولدي لوحة مفاتيح خاصة بالحاسب المحمول كما ترون هذه تسمى لوحة مفاتيح وهذه تسمى لوحة مفاتيح أيضا في دروسنا السابقة قلنا مكونات لوحة المفاتيح تذكروا معي ما هي مكونات لوحة المفاتيح تحتوي على أحرف قلنا في دروسنا السابقة أنها تحتوي على أحرف كما ترون هنا أيضا تحتوي على أرقام كما نرى هنا في الأعلى إذن هي تحتوي على أحرف تحتوي على أرقام تحتوي على ماذا أيضا؟ على رموز مثل علامة الجمع علامة الطرح الفاصلة التي توضع بين جملتين إذن أحرف أرقام رموز وعلى ماذا تحتوي أيضا؟ على مفاتيح للأوامر مثل إدخال أو المسافة إذن تحتوي على مفاتيح للأوامر ما اسمها؟ لوحة المفاتيح كما ترون هنا على لوحة المفاتيح تحتوي على حروف أرقام مفاتيح للأوامر أيضا رموز علامة الجمع علامة الطرح هذا ما رأيناه في دروسنا السابقة لوحة الأرقام درسنا أيضا لوحة الأرقام ما هي لوحة الأرقام؟ قلنا أنها تتضمن مفاتيح خاصة بكتابة الأرقام من صفر إلى تسعة كما ترون هذه هي الأرقام التي وضعت أو مفاتيح الأرقام التي وضعت على لوحة المفاتيح كما نرى هنا أيضا تكلمنا عن كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية دعونا نرى أولا مفاتيح الأرقام باللغة العربية كما نرى هنا لدي على لوحة المفاتيح في الأعلى أرقام باللغة العربية والإنجليزية أيضا أيضا هنا لدي لوحة مفاتيح أخرى إذن على لوحة المفاتيح هذه لدي مفاتيح أرقام بالأعلى ومفاتيح أرقام كما ترون هنا جانبية على لوحة المفاتيح التي لدي أيضا تعلمنا أنه يوجد بها نستطيع كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية دعونا نرى رقما رقما هيا عدوا معي أعزاء الطلاب والطالبات الأرقام باللغة الإنجليزية الرقم أحسنتم 0 0 1 أحسنتم 2 3 4 5 6 7 8 9 إذن لا يوجد للرقم عشرة كيف نكتب الرقم عشرة قلنا في دروسنا الماضية بواسطة النقر على الرقم 1 والنقر على الرقم 0 أحسنتم كما ترون هنا لوحة الأرقام نستطيع أيضا كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية ماذا سنتعلم اليوم قمنا بمراجعة ما تعلمناه سابقا إذن ماذا سنتعلم اليوم إذن سنتعلم عن مفتاح المسافة ما هو مفتاح المسافة؟ هو موجود في لوحة المفاتيح ولكن كيف شكله؟ وبماذا يفيدنا؟ هيا نرى قلنا أن مفتاح المسافة يوجد أسفل لوحة المفاتيح ويكون ممتدا على شكل مستطيل كبير وهو أكبر من باقي المفاتيح على اللوحة هيا ابحثوا عنه على لوحة المفاتيح أعزاء الطلاب والطالبات هو أسفل لوحة المفاتيح وهو ممتد على شكل مستطيل كبير وهو أكبر من باقي المفاتيح إذن أين هو؟ ابحثوا عنه أحسنتم هذا هو مفتاح المسافة إذن هو يوجد أسفل لوحة المفاتيح ممتد على شكل مستطيل كبير وهو أكبر من باقي المفاتيح على اللوحة ماذا عن لوحة المفاتيح هذا؟ أين هو مفتاح المسافة؟ قلنا أنه أسفل أسفل لوحة المفاتيح وهو على شكل مستطيل كبير وهو أكبر المفاتيح الموجودة أين هو المفتاح الكبير؟ هو مفتاح المسافة ابحثوا عنه أحسنتم هذا هو مفتاح المسافة رأينا مفتاح المسافة هو مستطيل كبير كما ترون ماذا عن؟ الحاسب المحمول أين هو مفتاح المسافة؟ أيضا هو أسفل لوحة المفاتيح وهو كبير مستطيل كبير وهو أكبر المفاتيح أحسنتم هذا هو مفتاح المسافة تعرفنا على مكانه هيا نكمل درسنا تعرفنا أين يوجد مفتاح المسافة نستخدمه لماذا إذن؟ لعمل فراغ بين الكلمات عند الكتابة لماذا؟ حتى لا تكون الكلمات متشابكة مع بعضها إذن نستخدمه ننقر عليه لحتى تكون هناك مسافة بين الكلمات كلمات حتى لا تتشابك الكلمات فيما بعضها كيف ذلك؟ دعونا نرى مثالا قرأت الدرسة لدي كلمة قرأت ولدي كلمة الدرسة كما ترون هناك مسافة بين كلمة قرأت وكلمة الدرس كما ترون هذه المسافة الصغيرة ماذا استخدمنا لوضع هذه المسافة؟ استخدمنا أحسنتم مفتاح المسافة بعد أن كتبت قرأت نقرت على مفتاح المسافة فترك لي مسافة صغيرة ثم انتقلت لكتابة الدرس فأصبحت الجملة مفهومة قرأت الدرسة وصحيحة إملائيا قرأت الدرسة هيا نرى مثال آخر شرب ياسر الحليب لدي كلمة شربة ثم يليها كلمة ياسر ثم كلمة الحليب نلاحظ بين كلمة شربة وكلمة ياسر مسافة كما ترون كيف وضعنا هذه المسافة؟ بالنقر على ماذا؟ أحسنتم بالنقر على مفتاح المسافة أيضا بين كلمة ياسر وكلمة الحليب هناك مسافة صغيرة عندما كتبنا كلمة شربة انتهينا منها بغطنا على مفتاح المسافة فكتبنا ياسر بعد أن انتهينا من كتابة كلمة ياسر أيضا بغطنا مرة ثانية على مفتاح المسافة فترك مسافة صغيرة حينها كتبنا الحليب شربة ياسرون الحليب بيت كبير لدي مسافة بين كلمة بيت وكلمة كبير كيف وضعناها؟ بالضغط على زر المسافة أحسنتم أو مفتاح المسافة ماذا؟ لو لم نضغط على مفتاح المسافة كما ترون هنا الكلمة أصبحت متشابكة الجملة أصبحت متشابكة مع بعضها كلمة بيت تشابكت مع كلمة كبير إذن أصبحت خاطئة إملائيا كما ترون بيت لا يوجد مسافة بين كلمة بيت وكلمة كبير إذن هي خاطئة إملائيا بينما لو كتبناها بوجود المسافة لو ضغطنا على مفتاح المسافة سوف يكون هناك مسافة بين كلمة بيت ثم مسافة صغيرة بعد ذلك ننتقل لكتابة كبير حينها تكون الجملة صحيحة إملائيا إذن فائدة مفتاح المسافة لوضع مسافة وفراغ بين الكلمات كما ترون هذا مكانه وهذا شكله كما نرى هنا لدي الآن نشاط صغير ضعي العلامة صحيحة يستخدم مفتاح المسافة لعمل فراغ بين الكلمات عند الكتابة هل هذه العبارة صحيحة؟ أحسنتم مفتاح المسافة يستخدم لوضع فراغ بين الكلمات عند الكتابة النشاط رقم واحد ضع علامة صح أسفل الصورة الدلة على لوحة الأرقام وزر المسافة أين هي الصورة الدلة على لوحة الأرقام وزر المسافة؟ هيا نرى الصورة الأولى كما ترون أحسنتم لوحة أرقام نضع عليها أسفلها علامة صحيحة أحسنتم الصورة الثانية الشاشة نضع عليها علامة صح؟ نتركها نبحث الآن على زر المسافة الصورة الثالثة الفأرة إذن هي ليست زر المسافة ماذا عن الصورة الأخيرة؟ أحسنتم زر المسافة نضع علامة صح لدي الآن توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادي أو محفزة للطالب والطالبة الحرص على الجلوس الصحيح مساعدتهم على حل الأنشطة تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلمه تعميمه في مواقف مشابهة تذكيرهم بما تعلمه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته